بسم الله الرحمن الرحيم كنت من كم يوم كده باتكلم وقول لحضراتكم اي حد يعمل شغله في مصر كسبان يعني اللي عايز يستسمر هيا يستسمر في مصر كسبان مش في اي مكان اخر يعني مش هتلاقي المكاسب اللي ممكن تكسبها هنا في هذا الوطن العظيم اليومين الساعتين ثلاثة الاربعة اللي فات دول الدنيا عمالة تتكلم في خبر لطيف ولما قلوكوا الخبر هو خبر مش معناها حاجة معناها انه في خبر مهم خبر مهم في مشروع ضخم معمول في السحر الشمالي احدى شركات العربية الاماراتية الكبرى قررت انها تاخد حتة ارض كده على الساحل وتعمل منه مشروع فيلات بقى وشلهات وحاجات لطيفة كده وقال لك والله هذا المشروع احنا بنطرحه للمواطنين والناس اللي عايزة تنبسط والناس حتى اللي عايزة تستسمر فنعمل مشروع حوالي 2500 فيلا على شليع على على حاجات سياحية كده يعني تجارية كده يعني نعمل فبدأوا يعملوا خططوا المرحلة الاولى نشتغل المرحلة الاولى والراجل يعني محمد العبار المستسمى الاماراتي المعروف عمل المشروع اراهنة على هذا المشروع عنده استثمارات في هذا المشروع ثلاثة مليار دولار وبالمناسبة العبار مش عايز دعاية خالص لكن لما العبار يحط ثلاثة مليار دولار في هذا المشروع مش ممكن هيجي يستثمر او هو متأكد الثلاثة دول هيجي له عشرة على الاقل فقال لك المرحلة الاولى احنا ونصبنا نطرح المرحلة الاولى حضرتك اوعى تزعل وعايز حضرتك ما تتدايقش وعايز حضرتك يعني تتفرج بس وتسمع الخبر اللي انا بقوله لحضرتك هتقول للناس واصلوا دلك الواحد المهم في بلدك المهم لارقام دي في مصر مش في حتة تانية حضرتك طرح تلتميت فيلا وشليء ومحل تجاري سياحة يعني تلتمية مرحلة الاولى الاسعار مش عايزك تتخد خالص بكلمك بجد اما قريت الاخبار قلت لا لازم اتأكد بنفسي والنوعية دي من الاخبار منفعش تاخدها وخلاص يعني فاتأكد هل الكلام ده صح الارقام قالك لا 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 الارقام المنشو